موسيقى موسيقى مواجهة قوية في ديربي شمال القارة الإفريقية بين المنتخب المصري والمنتخب الجزائري ووسط حالة الترقب خرج جمال بالماضي مدرب محاربي الصحراء بتصريحات حول مخاوف من الأهل ونجوم أوروبا يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية مباراة ديربي الشمال بين المنتخب المصري والمنتخب الجزائري ضمن وديات فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري قمة المباريات الودية الإفريقية تشغل تفكير جمال بالماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري وهو ما ظهر بشكل واضح في تصريحاته التي أطلقها في الحديث عن المباراة خلق أم تحفز؟ حالة غير مفهومة ظهر عليها بالماضي في حديثه عن المباراة التي وصفها بالديربي بين منتخب مصر والمنتخب الجزائري لكنه أظهر أسبابا تجعل هذه المباراة ذات طابع خاص بالنسبة إليه المباراة الأخيرة التي جمعت بين منتخب مصر والمنتخب الجزائري كانت في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2010 وحقق وقتها الفراعنة الفوزة برباعية قاسية قبل أن يتوجب اللقب وكان الرد وقتها على إقصائهم من تصفيات كأس العالم من جانب محاربي صحراء منتخب الجزائر والمنتخب المصري يستعدان بهذه المباراة الودية لخوض مباراة نهائية كأس الأمم الإفريقية والتي تقام في كودفوار في بداية العام المقبل التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم عام 2026 كذلك تشغل منتخبي مصر والجزائر في الفترة المقبلة بخلاف مواجهات كأس الأمم الإفريقية في كودفوار جمال بالماضي تحدث في مؤتمر صحفي واصفا مباراة مصر والجزائر بالدرب العربي القوي مؤكدا أنها فرصة مثالية لمعرفة قوة المنتخبين قبل الأحداث المرتقبة في الفترة المقبلة أكد المدرب الجزائري أنهم يخططون لاستكشاف المنتخب المصري قبل هذه المباراة خصوصا مع امتلاك الفراعنة عددان من المحترفين في أفضل الأندية في أوروبا بخلاف نجوم النادي الأهلي الذي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا وأبدى بالماضي سعادته بمواجهة منتخب مصر بعد سنوات طويلة خصوصا أن المنتخبين بين العشرة الأوائل في التصنيف القاري وهو ما اعتبره إفادة كبيرة لعناصر محارب الصحراء المنتخب الجزائري الذي سيواجه الفراعنة مختلف تماما عن جيل 2010 إذ يملك محارب الصحراء عددا من النجوم المحترفين المميزين مع الانسجام الكبير لبطل إفريقيا في 2019 تحت قيادة بالماضي مزدوجول جنسية في صفوف الجزائر سيمثلون سلاحا قويا في مواجهة المنتخب المصري خصوصا العناصر الجديدة التي ضمها بالماضي والتي ستكون مفاجأة للفراعنة على الجانب الآخر فإن الجيل الحالي للمنتخب المصري كذلك مختلف تماما عن جيل 2010 والذي امتلك عناصر مميزة رغم قلة عدد المحترفين في أوروبا إلا أنه كان يعتبر الجيل الزهبي للفراعنة الجيل الحالي للمنتخب المصري يتلمس خطواته الأولى نحو الانسجام والترابط تحت قيادة روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي والذي يسعى لاستكشاف بعض العناصر الجديدة وتعويض الجماهير عن الخسارة الكبيرة أمام المنتخب التونسي مؤخرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر